اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعتقد هو بيحاول يقرخ فيه لتاريخ مؤسسة اخبار اليوم هنعرف عن الكتاب اكتر منه وحيكون ضفنا النهاردة بفاكرة صباح الخير مهي صباح الخير فادي صباح الخير مشاهدي النايل لايف منهاركو دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل مش بس مظاهرات في مصر وتونس واليمن والسوريا والمغرب ده فض بقت في مظاهرات في جميع انحاء العالم في كل مدن العالم بقى فيه مظاهرات عشان العدالة الاجتماعية وعشان الفقرة وعشان الناس اللي مش لقيا شغل واضح انه الربيع العربي بقى ربيع عالمي وده على فكرة اللي قالوا كثير من الخبراء الاقتصاديين والخبراء السياسيين في العالم كله اتنقلت الروح بتاعت يا جماعة احنا عندنا ناس كتيرة فقرة عندنا ناس كتيرة ما بشتغلش العدالة الاجتماعية اتنقلت في العالم كله معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا مش مشكلتنا دلوقتي هو الاحزاب والانتخابات والبتاع عندنا اه لازم نمر بالتجربة دي بس عندنا حاجة مهمة جدا اللي لازم ما ننسهاش ان احنا نشتغل ولازم اقتصادنا يبقى كويس ونشجع السياحة ونشجع عشان الموضوع اساسا مش موضوع مين اللي حياحكم الموضوع موضوع ان احنا الفقراء عايزة تعيش ويمكن يا اشرف تأكيدنا على كلامك احنا بنقول انه بداية اسبوع جديدة ويوم اعتقد انه هو بداية ايجابية لاسبوع جديد لانه البورسة كسبت 11 مليار وفتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية بصرف النظر طبعا عن عدد اللي تقدموا هما اللي تقدموا في حدود 1600 وقيم مع واحدة الحزب النور في اسماعيلية طبعا دي حاجة تكسف من القوة السياسية كلها انه ساعة ما قلنا الترشيح ملقناش القوائم اللي كلنا كنا بنتخانق عليها واعتقد انه الخوة السياسية لازم تقعد مع بعض وتقف وقفة قوية علشان البابة هو قدامكم والمجلس العسكري مد المهلة 4 ايام لغاية 22 اكتوبر ياريت الناس ترجع لنفسها كويس علشان مستقبل البلد ما يبقى افضل لكن كبداية اسبوع في حاجات كتير ايجابية جدا منها المرسوم بتجريم التمييز من المصريين لاصدروا المجلس العسكري مبارح والحكومة بتقول ان هي او المجلس العسكري هيعمل قانون بديل لقانون العزل السياسي كل دي اخبار هننقشها في اخبار الصحافة مع الاستاذة اعمال عويدة الصحافية بجريدة الاهرام في اول فخراتنا بعد الفصل في فكرة كمان عن مشروع تصميم اول سيارة سباق بمواصفات مصرية دول اتنين مخترعين في كلية هندسة انا مش عارفة بصراحة فهم بجامعة ايه بس تصميم سيارة من اختراعهم وسيارة سباق مواصفاتها خاصة ومختلفة اكيد هنعرف معلومات كتيرة عنها الضيوف هيكونوا معنا النهاردة احمد فكري وسامر سامي وهم مشاركين في المشروع في فكرة اخيرة تقريبا وزارة الداخلية عاملة نوع من الاستنفار او انتشار غريب وواسع لاختفاء طبيب طبيب من خمس ايام دكتور احمد اختفاء مرة فجأة مش موجود بقاله خمس ايام على فكرة النهاردة فيه مظاهرة او تجمع قدام النائب العام بخصوص هذا الموضوع اه مش لقينه هو اساسا الدكتور احمد عاطف عزمي هو اه منصق اضراب الاطباء وعلى فكرة كان منشح نفسه فيه نقابة الاطباء وحيكون مشرفنا النهاردة والدته استاذة نجاة عباس والدة الدكتور احمد عاطف والاستاذ محسن عزمي عم الدكتور احمد عاطف والدكتورة نادية بدوي مستشارة وزير الصحة هيكون النهاردة هنناقش هذا الموضوع الغريب نتمنى ان هو يكون يا رب باذن الله بخير هو يمكن زي ما اشرف يقول يا رب يكون بخير لان هو كان عنصر رئيسي في الاضراب فنتمنى ان هو يكون بخير وانه الموضوع ويعدي في افضل الظروف لكن خلونا ننوح عليكم برضو انه اللي مش قادر يشوف حلقتنا يتفرج عليها على اليوتيوب www dot yotube slash user slash نهارك سعيد كل ما واحدة هتنزل معك واقل العنوينة على الشاشة دلوقتي لكن خلونا قبل call F كمان فيه في التويتر وعلى الفيسبوك ما هو على الفيسبوك نهاركسعيد وعلى تويتر نهاركسعيد ادويتر دوت كوم اعتقد نزلت على الشاشة دلوقتي لكن خلونا نروح لأول فقراتنا مع الصحفيق مالعويدة نشوف أول فقرة معنا وعناوين الأخبار بعد الفصل انتظروه